وصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 ويهدف القانون إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والأفراد على التمويل بشروط ميسرة وبضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين رئيس اللجنة المحامي حسين القيسي قال خلال اجتماعا اليوم مع المسؤولين والخبراء المعنيين إن اللجنة قررت تغيير اسم المشروع ليصبح ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وقال أيضا وزير التخطيط إن إقرار القانون سيسهم في خلق سوق جديدة وبدائل للأفراد والمؤسسات الصغيرة في فرض التمويل من خلال الإشهار بدل الحيازة فيما بيّن رئيس ديوان التشريع والرأي أن المشروع تضمن ضوابط أهمها تعبئة الإشهار وفق نموذج إلكتروني يتضمن المعلومات الأساسية لعقد الضمان إذا كان شخصا اعتباريا ترجمة نانسي قنقر